السلام عليكم مرحبا بكم محبي الأخبار والمعرفة في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوب آخر أخبار ألمانيا عندنا في هذه الحلقة ثلاث مواضيع جد مهمة أصدقائي فلنبدأ على بركة الله الخبر الأول من جريدة زيد دوتشت سايتونغ الذي تكلم عن المحامية الألمانية الشهيرة التي اسمها بشاي يلديز وهي تعيش بمدينة فرانكفورت وهي من أصول تركية معروفة بدفاعها عن الأجانب خصوصا الذين تعرضوا إلى عمليات قتل وعمليات إرهابية من عند اليمين المتطرف ومن عند العنصريين كانت تدافع على الضحايا الذين تعرضوا إلى الاعتداء كما أنها معروفة بدفاعها عن الأجانب كانوا أتراك، عرب، أكراد، أفارقة، أسيويين سبق لها أن تعرضت إلى التهديد قبل بضعة أسابيع وألقت الشرطة الألمانية القبض على خمسة من رجال الشرطة خمسة من رجال الشرطة كانوا عنصريين وكانوا يرسلون لها تهديدات ويقولون لها نعرف أين يسكن زوجك وأين يدرس أطفالك وسوف نقتلهم انتقاما منك لأنك تدافعين عن الأجانب هذا اليوم توصلت مجددا المحامية السيدة بشا ييلديز بفاكس في مكتبها في مدينة فرانكفورت وفي هذا الفاكس كان موجود اسم زوجها وأين يشتغل زوجها وأسماء أطفالها وأين يذهبون إلى المدرسة وإلى الحضانة وأيضا كان هناك تهديد بقتلهم وبالاعتداء عليهم النيابة العامة والشرطة الألمانية مستغربة كيف حصل الشخص الذي أرسل هذا الفاكس على هذه المعلومات وهذه المعلومات يحصل عليها فقط الناس الذين يشتغلون في جهاز الداخلية وهناك الآن شكوك هل هناك شخص يشتغل في جهاز الداخلية أو أشخاص يشتغلون في جهاز الشرطة أيضا ينتمون إلى العنصريين وينتمون إلى اليمين المتطرف ويحاولون تهديدها التحقيقات متواصلة أصدقائي والسيدة بشا يلديز متخوفة كثيرا على حياتها ومتخوفة طبعا على حياة أطفالها نمر للخبر الثاني أصدقائي هذا المرة من جريدة شبيغل أونلاين وقد سبق لنا الأسبوع السابق أتذكر يوم الاثنين السابق كنا تكلمنا عن الإضراب الذي سوف تقوم به النقابة العمالية في مطارات ألمانيا في البداية تكلموا فقط عن مطار فرانكفورت والآن رجال الأمن زيشا هايتس بيرزونال يطالبون برفع الأجور ويرغبون بأن يحصلوا على 20 أورو للساعة بغطو لذلك سوف يقومون الآن بإضراب في 8 مطارات في ألمانيا غدا إن شاء الله يوم التلتاء الخامس عشر شهر واحد 2019 سوف تتوقف وسوف يتوقف عدد كبير من الطائرات عن الإقلاع وأيضا لن تتمكن بعض الطائرات من دخول إلى ألمانيا أصدقائي والطائرات الأخرى يمكن أن تتعرض إلى تأخير كبير في أوقاتها المطارات التي سوف تعرف يعني تعرفها هذا الإضراب لنقابة فيردي خصوصا لزيشا هايتس بيرزونال مطار فرانكفورت مطار ليبتسيش هالة مطار دريسدن مطار إيرفورت مطار هانوفا مطار بريمن مطار هامبورغ مطار مونشن أصدقائي إذا عندكم غدا طائرة سفرية عبر الطائرة أو غدا ستأتون إلى ألمانيا أو عندكم بعض الأصدقاء فاعلموا بأنه يمكن أن تلغى رحلتهم أو يمكن أن تتعرض لحلتهم كثيرا إلى التخير بسبب هذا الإضراب وقد كنا قد تكلمنا عن هذا الموضوع الأثنين السابق أصدقائي فلنمر إلى آخر موضوع من جريدة فيلت بحيث أنه نشرت وزارة الداخلية تقريرا جديدا قالت بأنه عادت قليل من الأجانب وعدت قليل من اللاجئين وطالبين اللجوء من عادوا طواعية إلى بلدهم أو رغبوا بالعودة طواعية إلى بلدهم سنة 2018 وقالت بأنه في سنة 2016 عاد 54 ألف شخص طواعية إلى بلده واستفادوا من مساعدة مادية تعطيها لهم الحكومة الألمانية إذا رغبوا بالعودة طواعية 2017 رجع 29522 شخص إلى وطنه لكن 2018 فقط 15 ألف شخص هم من رجعوا إلى بلدهم واستفادوا من المساعدة التي تقدمها الحكومة الألمانية والمساعدة هي تقريبا تتراوح بين 800 يورو إلى 2000 يورو أو 3000 يورو على ما أظن إذن هناك تراجع كبير في عدد الأجانب الذين يرجعون طواعية إلى بلدهم إذن أحبائي أصدقائي كانت هذه نبدأ عن آخر الأخبار وأهم الأخبار كي تكونوا على علم بكل شيء شكرا لكم على المتابعة أتمنى لكم التوفيق والنجاح السلام عليكم إلى اللقاء